طلبة ما قبل الجامعي شفنا الصورة للطالب في تاني عدادي وهو شايل ورقة الشجر اللي تم اكتشافها من المنصورة هنروح لكفر الشيخ طلاب كلية الزكاة الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ اعتقد كلنا فاكرين جامعة كفر الشيخ وكلية زكاة الاصطناعي اللي افتتاحها السيد الرئيس السلة اللي فاتت طلاب دول ابتكروا ندارة اسمها نور الزكية لذوي البصيرة تعالوا نعرف اكتر عن الموضوع ده لانه مهم وفيه تفاصيل كتير وعلشان كده احنا معانا الدكتورة مونة النجار مدرس بكلية الزكاة الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ دكتورة مونة النجار براحب بحضيك معانا يا فاندن في التاسعة اهلا بحضرتك الحمد لله تمام ايه قصة ندارة نور الذكية ندارة نور هي احد مشاريع تخارج تقدمت السنة او تتخرج من سلياتنا لكي زكاة الاصطناعي جامعة كفر الشيخ المشروع كان بقى يجي الطلبة لهم طبعا انا احبت ان اقول اسمهم لا ده ضروري ده مهم باش مو عندي سنور باش مو عندي سندا و احمد الطرون و ايمان و في هاتف انا طبعا بس سأقول اسماءهم لا لا احنا بس احنا بدون الاسماء بس للتكريم اه فضل و في اسراء و محمد و كل ده كان يشتغل طول السنة كل التحية ليهم طبعا الاول كان هدف الموضوع اه طبعا فيه متطلب ضمن التخرج ان هما فيه مشروع تخرج عشان ان هما يكتازوا المرحلة التعليمية تمام فكانت الفكرة ان هما يعني مشروع مش بس ان احنا بنعمل حاجة و خلاص عشان نتخرج لكن الفكرة ان هما كدوهم هدف اسمه من كده هما عندهم وعي بتوجهات الدولة و رؤية مصر عشرين تلاتين والتنمية المستدامة و الحاجات دي كلها و كمان عارفين ان احنا بدأنا في مصر نحتمل بزول الهمم فهم جات لهم فكرة ان احنا نعمل مشروع المشروع ده اه بياخد الفئة مهمة جدا ان هما فاقدي البطر دي كانت نقطة جدا مهمة عندهم حب ان هما يشتغلوا فيها طبعا كانت صعبة جدا جدا اه الصعوبة اللي كانت فيها موضوع اللغة العربية ان انا ازاي اقدر اعمل اه ازاي تفاعل او تعامل مع المقدارة المقدارة تبدأ توصف لي البيئة المحيطة بالمكفوف اه تحاول ان هي تبقى بتساعده ان هو يتحرك مثلا في اماكن معينة اه لو في عقبات قدامه او حاجة ازاي ترشده ان هو يبدأ يتفاديها اه لو في مثلا الوان لو في ضوءة موجودة او مش موجودة لو في كرآن كريم حابب ان هو يشغله اه لو حابب ان هو اي اوديو اي حاجة على اليوتيوب لو هو حابب ان هو يتواصل تليفونيا مع حد فكان فيه فتورز كثيرة جدا منها الحاجات اللي هو اقوها بنسبة كبيرة او خلاص انتهوا منها وفيه حاجات تانية طبعا لهم حيبطلوا يطوروا فيها بعد كده وهو ده السؤال يعني لحد هنا الاهداف جميلة وهتساعد ذو البصيرة على التكيف مع البيئة المحيطة فيما بعد التطور يعني احنا دلوقتي عملنا مشروع تخرج الموضوع مش هواقف لحد كده حكيب طبعا هيكملوا ازاي بعد ما بتخرجوا الفين بعد كده اعتقد ان هما ممكن يبقوا عاوزين يعملوا بروتك تبقى حقيقي خصوصا ان هما دلوقتي حطوا اول بصمة فيه طبعا بقية الرئيس الجامعة ودكتور تامر وكيل الكلية والزملاء وتوجيهاتهم ومساعداتهم كلهم في الاقتراح ان هوا ممكن يبقى المشروع ده يقدم سجاهة معانية ان هي تبدأ تصنع الفكرة وتسوق لها وان هما يكونوا دايما في تطوير فيها حتى لو بلغة تانية غير اللغة العربية فدي نقطة ممكن هما تبقى نقطة ممكن يبقى ستارتب او شركة ينطلقوا منها ما هيبقوا مساعدين فيها او كده في المجالات كثيرة وممكن تساعدهم وتبقى هي دي نقطة البداية يعني المشروع احنا اكيد على مدار الفترة اللي جاي هنحاول نتابع ونتواصل مع حضرتك ومع القائمين عليه لان اعتقد ان ده اول مرة في مصر نلاقي مشروع تخرج من النوعية دي هو اول مرة فانا عندنا في الكلية لكن في حاجات شديدة بالمشروع لكن نجب الهدف يعني هما كان هدفهم ان هما يستعدوا فقد البطر ان هما يبدأوا يقللوا العامل البشري والمرافق وكده وكمان يبقى فيه وسيرة للإتمامان عن شخص مثلا فقد البطر في مشوار او في طريقة او في حاجة معينة هو عاوز يعملها او لو عاوز يتصل بحد وطبعا فيه كتير جدا جدا موجودة في الكاتالوج وموجودة في بتاعتهم احنا ممكن نقول نتكلم تياري الصدف بس طبعا شانا برعي وقت بخطة كويسة والطلبة بتوعنا بخير الحمد للتفكرين جداً بيهم وده أحد المشاريع اللي تقدمت في الكلية للمستوى الرابع اللي هم رخزيجين السنة دي أول دفع تتخرج من الكلية لكن في مشاريع تانية كمان كتير جداً على نفس المستوى وأتمنى أن الدفعات اللي جاي بعد كده كمان تكمل على نفس المسيرة وتعمل مشاريع أعظم وتكون سكرتها فهلاً تخدم المجتمع البركة في حضراتكو كإصطاف تدريس في الجامعة إحنا معتمدين أن حضراتكو تهتموا بالطلبة في الأمور اللي زي دي لأن وجامعة كفر الشيخ تحديداً كان لها اهتمام شديد من قبل سيد الرئيس وأعتقد حضرك فاكرة طبعاً يوم الافتتاح أنا كنت فعلاً مع الرئيس في المحاضرة وماشاء الله هو كان توجه الدولة وتوجه الرئيس طبعاً أن يبقى فيه احتنان بالذكاء الاصطناعي والطلبة والأفكار الجديدة والبشرية وهو سياس ووضح أن التوجه كله دلوقتي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لا هو ماشاء الله كمان أن وطبعاً نحذ بنافير على نفس التوجهات ونفس النهج بقيادة رئيس الجامعة كل التحية ليه طبعاً الحلو كمان أن النتيجة جات سريعة يعني ماشاء الله احنا بنتكلم في أن الطلبة أو الدفعة دي تتخرج مظبوط؟ آه بالضبط طيب يعني بنشوف مشاريع آخر سؤال قبل ما أفعل مع حضرتك دكتورة مونا لما تم تجربة النظارة على زو البصيرة أو يعني كانت نسبة النجاح كم في المية؟ آه النسب النجاح كانت في حاجات بتتروح من آه 92% في بعض الفيتشر وفيه فيتشر سبانيكا بتبقى أقل من كده عشان كده كنت وضحت أفردك أن البرودكت نفسه هو دلوقتي أوريدي ريال لكن التعديلات والتحسنات اللي هتبقى فيه أن فيه حاجات الأكيور التي فيها المفوط تكون أعلى من كده شوية عشان أوضح بس المصطلحات اللي هاجه قلتيها هو ناجح في بعض الملفات أو بعض الحاجات وفي بعض الحاجات تانية مازال هيكون فيها تطوير بعد كده مظبوط؟ آه بالضبط الدكتورة مونة النجار مدرس بكلية الزكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أنا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لكم التوفيق في الجامعة وتحياتنا لكل الطلبة اللي سهموا فيه المشروع ده ولرئيس الجامعة كمان